السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي كويزين تحية الجزائر في هذا الفيديو ان شاء الله رح نعمل معكم طريقتي في تحضير شرب افريك انتمنت انها لإعجابكم اذا نبدأ وبسم الله على بركة الله في تحضير هذه الشربة اول شي حطيت كمية من الزيت تكون كمية قليلة وحطيت عليها قطعة من اللحم انا هنا عندي تشكيلة حطيت شوية الحمتاع البقري وشوية الغنمي وشوية من صدر الدجاج يعني من كل حاجة شوية شوية حطيت عليهم بصلة كبيرة تكون مفرومة ونخليهم هكذا يتقللوا نحط عليهم الملح والتوابل بالنسبة للتوابل عندي هنا يا راس الحانوت قرفة فلفل لكحل قصبر مرحي والزنجابيل شوية الزنجابيل نحط كل هاد التوابل ونكمل نقلي كما راكوا تشوفوا هنا امامكم الحمتاعي را يتقل فقط في ذاك المتع البصل ما حطيت ولا قطرة على الماء هاداك المتع البصل فقط نقلي هكذا مليح جيدا هاد الحم حتى يدخل مليح هادوك التوابل فيه اذا ضروري جدا هاد التقلية على هاد التقلية على النار قليلة في الاول هي اللي حطينا البنة على الشربة ثم في الاشواق عندي هنا يا حبتين مدنة طماطم متوسط للحجم نحيط لها زريعة تحا مع ثلاثة فوص وستوم تكون كبيرة في الحجم نرحيها مليح ونضيفها هكذا مع هاداك الحم والبصل ونزيد نخليها تتقلية كما كتشوفوا طريقتي انا يا حطيت كل حاجة تدريجيا نحط الحم نحط البصل ثم الطماطم وفي نفس الوقت راهي تتقلية كل مره نضيف حاجة وكل مره راهي تتقلية مع التحريك المستمر ونضيف هنا يا ملعقة صغيرة تكون مملوء آمنة العكري العكري ما حطيتش في الاول باش ما يتحرق ليش كيكون يتقلية لما نضيف الطماطم نضيف العكري ونضيف كذلك طماطم المصبرة هنا الطماطم المصبرة كل واحدة تحط على حساب يعني الحمورية اللي تحبها في الشربة ديالها ونكمل دائما مع التحريك المستمر ونقلي لحد الان كما قلت لكم راه كنتشوفوا ما زال كامل ما حطيتش الماء الحمد يالي راه يتقلها فقط في المتع البصل وتعطوه معطش هذيك بعد ذلك كما قلت لكم نضيف الماء والتعي تدريجيا بعد ما حطيت الطماطم نحط الان الخضر نحط حبة جزر كبيرة او حبتين متوسط الحجم مع نصف حبة قرعام نحط عليهم شوية تع الماء هادك الماء لش حطيتو رح يعاون لاش واغ ديالي بش يرحيو لي مليح يعني حبتهم يكونوا مرحيين مليح هاكدا بش ميبانو ليش كامل في هذيك المرقى ديالي ونكمل هاكدا نقلي زروديا نحب نديرها في الشربة لانها تتمل الحلاوة تحها رح تنقص لي هذيك لاسي ديالي تاع الطماطيش المصبارة والطماطيش هذيك تاع الحب هاكدا ونكمل نقلي دائما على نار متوسطة ونضيف بعدها الفريك تاعي بعد ما خصلتو مليح وشللتو مليح نضيف الفريك كيما ركو تشوفو كيما قلتلكم منحطش كامل الماء والماء وتاعي نضيفهم تدريجيا مع التحريك المستمر على نار متوسطة هنا لما نحطو الفريك نعسو مليح تنجرة ديالنا كيما تعرفو الفريك يلسق فما نطوش عليه ونمرق نضيف الماء يكون دائما المسخون حتى لما نمرق من مرقش على دربان مرق تدريجيا باش كيما نقولو المرقة تاعي تجي ملبية وتجي خاطرة ما تجينيش كيما نقولو احنا الماء الزغلي والماء يغلي يعني هذي هي وبعد ذلك نحط الربية تاعي تاع الأحشاب اللي هي كرافص هنا عندي كرافص وعندي حشيش مقطفة او القصبر وعندي النعناع هاكدا نحطها هاكدا باش في الاخر تلق البنة ديالها وفي الاخر تجيني سهلا نحيها هاكدا مع التحريك المستمر ونضيف الماء اللي تحتاجو الطنجرة ديالي انا هناني حنغلق حوالي عشر دقائق او ربع ساعة على الطنجرة ديالي لاني علاج الحم تاع البقري اللي حطيتو كيما تعرفو يطول شي في طيب نغلق عليها كيما قلتلكم باش نربح شوية تاع الوقت فقط اذا بعدنا ما فتحت عليها بعد ربع ساعة لقيت انا الشربة ديالي تحتاج الى الماء والطنجرة ديالي كانت صغيرة فانقلتها الى طنجرة اخرى كبيرة في الحجم اضفت عليها شوية تاع الماء وزيت خليتها يعني تغلي وهذاك الحم كمل طيب ديالو مليح مليح طب مليح في الاخير حوالي خمسة دقائق الاخيرة مقبل ما نطفي عليها نضيف ملعقة تاع البصل المفرون كنت نحيتها من الاول واحتفتت بها نضيفها هاكدا في الاخير مع سنينة تاع التوم مع حبة تاع الحار وكمية من الحجيش والنعناع كنهم قطعتهم هاكدا كرقيق ونضيف كذلك هاكدا النعناع ليابس نحكو هاكدا بين الايدي باش يتلقلي البنة ديالو ونخلط ونضيف كذلك ملعقة صغيرة مملوئة من راس الحانوت هاد الخطوة رح تعطيكم البنة رائعة للشربة ديالكم الشربة تاعكم رح تجي فيها بالنهايلة هادي هي اذا طريقتي في تحضير تاع الشربة ديالي مقبل ما نطفي عليها كذلك عندي الحموس كنت ما حدتش في الاول لاني الان الحميصة ديالي راهي طيبة كانت في المجمد نضيفها خلاص هاكدا كلش راهواجد الشربة تاعي تحصلت على القوامل راني حباته نضيف نطفي عليها حتى نطفي عليها ونضيف كمية كذلك اخرى من الحشيش والنعناع مقطعين نرقيق هنا نشوف تشوفوا هنا نسقيها لكم في ليبورد تشوفوا القوام ديالها هادي هي الشريبة تاعي بعد ما حذرتها اذا كل واحدة وعندها الطريقة ديالها ان شاء الله الطريقة ديالي تكون عجبتكم وبصراحة سهلة وسريعة ننصح الاخوات انهم يكسبوا هادك الاشواغ لانه يساعد مليح في المطبخ لما تقدش تشري اشواغ هادك كهربائي تشري كين هادك اليدوي يعاون بزاف المطبخ هاده هي الشربة ديالي قدمتها مع ديميني بيتزا عملتهم بالطن هاده هي اذا لأول مرة يشوف الفيديو ويشوف القناة نتمنى يشترك مع الضغط على الجرس ما تنسونيش باللايكات وإلى اللقاء في فيديو آخر اشتركوا في القناة